شدد نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسية عيدروس الزبيدي على أهمية تطوير منظومة القضاء واستقلاليته وتفعيل كافة الهيئات القضائية لتؤدي مهامها على أكمل وجه جاء ذلك خلال لقائه القاضي علي عطبوش المحام العام الأول حيث استمع منه إلى مجمل الصعوبات التي تواجه عمل السلطات القضائية والجهود المبذولة لتفعيل أداء الهيئات القضائية بما يكفل حماية الحريات وحقوق الإنسان والحقوق المدنية الخاصة والعامة